ينضم إلينا مجيد عصفور المحلل السياسي من عمان أهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة سيد عصفور رغم كل هذا التحرك الدولي رغم كل المحاولات وحتى صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لماذا لم ينجح المجتمع الدولي حتى الآن بإيجاد حل لوقف ألة القتل والدمار التي ترتكب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية نعم يا سيدتي المجتمع الدولي يعبر فقط تعبيرا كلاميا وشفهيا عن تعاطفه مع الشعب السوري الذي يذبح الآن بآلة القصف الروسية وآلة التدبير والسحق الإيرانية وحتى الفلسطينيون لواء القدس هذا الذي شكلوه من أبناء المخيمات يشارك في ذبح السوريين دون ما أي رادع ودون ما أي نظرة حتى للمستقبل والتاريخ لأن بعد أن ينفض الغبار عن المعركة والمعارك الدائرة الآن ستتحدد الإصطفافات وكل الذين شاركوا في ذبح الشعب السوري سيخسرون مستقبلا لأن هذا الشعب لن ينسى ذلك المجتمع الدولي حقيقة يحوم حول دائرة لا يخرج منها دائرة التصريحات ودائرة التنديد ودائرة القلق المضحك حتى بعد كسر قرار مجلس الأمن الدولي لم نسمع منه إلا تصريحات ولكن المستغرب بأنه نسمع أيضا ما يقوله مثلا من دوف فرنسا بأنه يحاول العمل مع تركيا وروسيا وإيران بغية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يعني يتم التفاوض مع أطراف هي من ترتكب هذه الجرائم يعني ولا أدري إن كان حتى النظام يقوم بما يقومه دون أي إذن من روسيا وإيران لا يا سيدتي النظام مشترك مع روسيا ومع إيران وكلهم أيديهم مغلة بالدم السوري وأيضا حتى هناك غض نظر أمريكي وغض نظر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعرف أنه إذا ما تقدم بأي قرار أو أي اقتراح لإجراء هدنة مثل الهدنة التي سبق وأن أجهزت هناك الفيتو الروسي حاضرا وهناك آلة القتل مستمرة بالرغم من كل هذا الضجيج الكلامي الإعلامي الدبلوماسي الذي نسمعه في المحافل الدولية حقيقة الآن الكلام للثوار ولصمودهم وليس لأي تصريحات وهم يعلمون ذلك أنهم لا يطمئنون ولا يستندون إلى حائط فارغ حائط من الورق اسمه الدبلوماسية الغربية أو التعاطف من المجتمع الدولي هذا العاجز الدولي الذي نتحدث عنه هل تم تسجيله سابقا؟ هل شهدت إحدى الدول على وجه هذا الأرض أو هذا الكوكب مثل هذا التخاذل الدولي الذي نشهده الآن؟ نعم شهدت كل المذابح التي ارتكبتها الصهيونية وإسرائيل في فلسطين مثل هذا التخاذل ولا تزال إذن لا يوجد أي شعب في الدنيا أو أبرياء ذبحه مثل ما يذبح الآن الشعب السوري كما ذبح الشعب الفلسطيني وهذا كله بفضل التآمر الدولي برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول التي تجعجع الليل نهار بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في حين أنها لم تتقدم برصاصة واحدة ضد إسرائيل بل كل البطولات نجدها في حق الأبرياء الذين تنتشل أشلاؤهم من تحت الأنقاض في الغوطة الآن كما انتشلت في أكثر من مكان على خارطة التراب السوري أنا أشكرك بالتأكيد مجيد عصفوري المحلل السياسي من عمان شكرا جزيلا لك